مشاهدي نهارك سعيد بنرجع لحضراتكم مرة تانية ومستمرين معاكم في فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد والحقيقة انه اخر فقرة معانا دلوقتي هي فقرة خاصة جدا عن كتاب مهم جدا الكتاب ده اسمه دماء على طريق الحرية دماء على طريق الحرية الحقيقة هو بيختص بالشهداء شهداء ثورة 25 يناير شهداء ما بعد ثورة 25 يناير يعني الكتاب ده كان بيحصر تقريبا عدد الشهداء عمل شاقي ده عمل في منتهى الإخلاص اتعمل بمنتهى الحب اتعمل الحقيقة انه هو عمل تطوعي على فكرة الكل اللي كتبوه الكل طبعوه كل اللي نشروه كل اللي اشتغلوا فيه كانوا متطوعين لمجرد انه هما عايزين يجيبوا ولو جزء من حق الشهداء اللي لسه مجاش طبعا لحد دلوقتي ان شاء الله يجي ضيوفنا النهاردة في الفقرة دي هما الصحفيتان اللي اشتغلوا على كتابة الكتاب ده وهما الاستاذة حنان بدوي وهي مؤلفة كتاب دماء على طريق الشهداء اهل المحارتك استاذة حنان والاستاذة حنان السمني وهي ايضا مؤلفة كتاب دماء على طريق الحرية والحقيقة انه هما الاثنين بيشتغلوا في طبعا في مجال الصحفة بجريدة الاسبوع طبعا خير يا فندم واهل المحارتك استاذة حنان عمل شاق جدا الحقيقة انه يمكن اصعب حاجة فيه افتكر وجهتكو هي حصر العدد الحقيقي لشهداء 25 يلائر فكرتوا ازاي في الموضوع ازاي حصرتوا العدد ده لانه حتى الان الحقيقة العدد مش معروف يعني لحد الوقت احنا مش عارفين بالزبط فنبتزي باستاذة حنان نعرف برضو من حضرتك بداية الكتاب الحقيقة هو زي ما انتي قلت في البداية انتي حضرتك بدأت من حيث انتهينا لكن احنا الحقيقة الفكرة كانت كنا حاسين ان فيه دين فعلا علينا عايزين نرد جزء منه لهقلق الشهداء كنا بنحاول بالرغم من اننا من اول يوم في الثورة احنا كنا في قلب الميدان ولكن كنا حاسين ان احنا عايزين نعمل حاجة بدأت الفكرة الحقيقة من حنان وهي صحفية زميلة بقالنا عمر مع بعض وقالتلي احنا عايزين نعمل كتاب فعلا عن الشهداء فكانت فيه بعض الصعاب ان احنا ازاي نطبع الكتاب ان احنا ازاي نوزع الكتاب واحنا لسنا لنا تجارب في هذا المجال فالحقيقة كنا في جلسة بتجمعنا بالدكتور ممدوح حمزة والدكتور محمد شرف واثناء عرض الفكرة الحقيقة تطوع الدكتور ممدوح حمزة وقال انا حقوم بتباعة هذا الكتاب على ان نطبعه ويكون العائد بتاعه لمؤسسة دعم ابطال 25 يناير وهو المسؤول ضمن مجموعة فيها الدكتور محمد شرف وبالفعل بدأنا نشتغل على هذا الكتاب وانا عايزة اقولك بصدق وبامانة شديدة جدا هذا الكتاب اخذ مننا يمكن زي ما انتي قلت يا رانيا في بداية وفي المقدمة اخذ مننا جهد مش قادر حكيه لك عنه قد ايه احنا كل كلمة كتبناها فعلا في الكتاب كنا بنكتبها بدموعنا وبإحساس بألم وبحصرة كنا عايزين كمان نوصل للناس ألم الأمهات وحرقة قلب الأمهات على الشباب اللي فعلا زي الورد وراح في هذه الثورة البيضاء احنا الحقيقة انتي قلت العدد ازاي قدرنا نحصر العدد احنا ما نقدرش نحصر العدد لان ما فيش النهاردة لحد النهاردة ما فيش حاجة حقيقية أكدت عدد الشهداء اللي كانوا في ثورة 25 يعني انتم مقدمين استاذ حنان في الكتاب تقريبا ما يقرب من 900 شهيد ومقدمين تقريبا 65 صورة بالزبط احنا حاولنا 65 قصة احنا حاولنا بقدر المستطاع لان انتي عارفة ان فيه جدال كبير قوي قوي ما بين الكتاب والصحفيين والسياسيين والمهتمين بان فيه شهدة ومش شهدة احنا حبينا نبين ان اللي عندنا في الكتاب بتاعنا دول مش عايدين لا جدال عليهم ده المهندس ده الشاب اللي خرج فعلا بداخله ثورة وبداخله احساس بالظلم والطغيان في بلده وفي مكانه احساس بالكرامة احنا كتبنا عن الشهداء اللي صدروا صدرهم فعلا للشرطة وهم بيهتفوا وبيقولوا سلمية سلمية الحقيقة كانت زملتي ويمكن انا قلتلك ده قبل التسجيل ان حنان من الصحفيات الجميلات قوي قوي وكان احساسها ان المجموعة دي لا احنا مش هنعمل خمسة وستين بس احنا عايزين نقدم لكل الناس المية والمية وعشرين والميتين اللي احنا حاسين بهم فعلا ان هما يستحقوا لان احنا برضو مش كل اللي نزله في الكتاب دول هما دول بس لا ده فيه ناس تانين احنا كان المفروض حينزلوا وان شاء الله عشان كده قلنا ان فيه جزئتين ايو دي جزئية فحنان الحقيقة كانوا توقيت نظرها ان احنا نعمل ميت شهيد قصة يعني ميت قصة فانا الحقيقة قلت لها الكتاب فيه جرعة كبيرة جدا من الألم والحزن والأسى فخلينا نرحم الناس شوية ونقدم لهم في البداية خمسة وستين قصة قصة مؤلمة جدا وربنا يصبر كل ام وكل اخت وكل اخ وكل ابن فقد جزء من بيته وجزء من اهله وجزء من عائلته استاذة حنان الحقيقة انه استاذة حنان السامني كانت بتتكلم عن انه فيه شهداء كانوا فاتحين صدورهم للرصاص فاتحين صدورهم لاي حاجة هيقابلوها انما كمان كان فيه زباط شرطة فاتحين صدورهم للبلطغية اللي عايزين يقتحموا الاسام واللي كانوا عايزين يخرجوا المساجين اللي جوها الاسام اكيد دول كمان ذكرتوهم لانه كمان كان فيه من زباط الشرطة الشرفاء والعساكر اللي ما كانت شريهم اي زمب اللي ماتوا واللي اتقاتلوا بسبب البلطغية شوف يا رانيا احنا في الكتاب اللي هو كتاب اسمه دماء على طريق الحرية اللي ممكن يفزل الدم هو برضو زابط كان بيدافع عن مكان عمله حقيقي هو شاب كان خارج يهتف يطلب بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة والعيش ودي الشعرات او الاهداف اللي خرجت من اجلها ثورة 25 يناير احنا يعني كل واحد فينا ما يقدرش يقول من هو الشهيد ومن مش مش احنا اللي نقول هو ربنا سحنا تعالى هو صاحب التفرقة الحقيقية يعني لكن احنا كتبنا مثلا عن اللواء البتران واخترنا العنوان بتاع اللواء البتران قلنا نكتب عنك بدمير مستريح احنا وإحنا بنكتب عن اللواء البتران حسينا ان هذا الرجل كان بيدافع عن السجن بتاعه علشان ما يتفتحش علشان ما يخرجش المجرمين يروعوا المصريين وتقتل فالحقيقة اللواء البتران لحد ما فيش حد يقدر يقول انه مش شهيد ومثل اللواء البتران فيه كثيرين حاجة تانية كمان إن في الكتاب إحنا جبنا نمازج للأطفال اللي ماتوا بلا زم للبنات اللي ماتوا وهم في بيوتهم أمينين نتيجة إن بيوتهم كانت قريبة من أسام الشرطة بغض النظر القضاء هو اللي يحكم من قتل الولاد دول لكن إحنا كنا قدام جرائم لم نشهدها من قبل قدام شباب خرج بصدور عارية بيرفع إيده بس وبيهتف فكان المقابل لي الرصاص ورصاص كان بيجي مش في إيديه ولا في رجله لا في المخ يا في القلب يا في البط وكانت دي أقل حاجة أو إنه كان بيموت ده حسن بالمدرعات في ميدان التحرير أنا مش عارفة زي الناس دي قادرين يواجهوا نفسهم مش هقول يواجهوا المجتمع لإن إحنا إمكان في منهم ناس كتير إحنا لحد دلوقتي مش قادرين نعرفهم ثم زي بيواجهوا نفسهم هو ده السؤال هم يعني يواجهوا نفسهم حاجة غريبة يعني إذا كان فيه عندهم بقايا ضمير أعتقد إنه إن ربك لابل المرصاد إن حتى لو مجاش حق الشهداء دول في الوقت اللي إحنا فيه في الحياة الدنيا ففيه ربنا سبحانه وتعالى لكن مهما كان يعني كان فيه كلام كتير عن إن الشهداء بياخدوا فلوس وإن صرفنا لهم تعويضات أي واحد فينا يقدر يعود ضافر ابنه بملايين الجنيهات يقول لنا إذا كان ممكن واحد من اللي قتل الشهداء دول يجيب لنا ابنه ويرضى أن هو يتقتل بالطريقة البشعة مش بالطريقة الأدمية دي وياخد ملايين الجنيهات القصاص العادل هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن تريح أهالي الشهداء وتريحنا كلنا طبعا أستاذ حنان الحقيقة أنه أكيد وإنتوا بتحاولوا تحصروا العدد وتعرفوا هم مين وتكتبوا المية قصة أو الخمسة وستين قصة اللي كتبتوهم في الكتاب أكيد تعرضتوا الأهالي الناس دي شفتوهم اتكلمتوا معاهم عشان تقدروا توصلوا للحقيقة مظبوط مش عايز أعرف الخمسة وستين قصة لأنه هنتقلم كلنا فخلينا نعرف لما قبيعتوا أهاليهم حساتي إيه اللي ممكن يرضيهم حساتي إيه اللي ممكن يطيب جرحها الست اللي فقدت ابنها أو بنتها دي خلينا أقولك أن مهما نقول مفيش أي حاجة حتقدر تبرد قلب الأم ولا تطيب جرحها زي بنتي بتقولي لكن هي جواها إحساس أن هي عايزة تاخد بالطار هي جواها إحساس أن ابنها نزل بحب لهذا البلد ابنها كان نازل في مظاهرة سلمية ابنها ما كانتش عكباء أحوال حاجات كتير جدا زي كل الناس المثقفين والوعيين والسياسيين اللي هما ما قدروش يغيروا من سياسة هذا البلد على مدى 30 سنة وابنها نزل بس يقول إحنا عايزين زي ما قيل حرية وعدالة اجتماعية وعيش وخبز بيطلبوا بأبسط حقوق الأدميين والإنسانيين في أوطانهم لكن أنا يمكن من القصص اللي أثرت فينا قوي قوي على مدى الوقت إحنا زي ما قلتلك بردو إحنا رحنا إسكندرية رحنا دار السلام رحنا السويس رحنا كل ضواحي القاهرة الفيوم يعني جبنا من قصص من كل محافظات الجمهورية يمكن كانت من أشد القصص اللي كانت بتأثر فينا لكل حكاية مأساة ولكل حكاية تحسيها إن هو ده يعني كانت فيه حجم الحقيقة موقف كده إنساني جدا إحنا لما كنا في إسكندرية فكانت حنان فكانوا عاملين خيمة كنا بنقعد بنقابل فيها أسر الشهداء ده بصرف النظر عن الأماكن في القاهرة اللي دخلنا لهم داخل البيوت فكانوا في المكان ده كانوا مجمعين أسر شهداء وبدأنا نقابلهم فحنان من كتر ما هي شايفاني أنا كل معود مع أم عمالة أعاية ومش قادرة أكتب والدموع بتبلي الورق مش قادرة يعني ألملم نفسي من دموعي إحساسي ومن القصص فحنان قالت لهم أرجوكو يا جماعة اللي بيدخلونا الناس كفاية على حنان الثامن يعني ستات أمهات بتحكي وبتعاية قوي هتقولها راجل يعني يحكي يمكن يبقى متماسك أب أنا مش قادرة أقولي قصة الراجل ده لحد دلوقتي أنا مش بنساها الحقيقة لأنه فعلا قعد يحكي عن أنه بقاله 25 سنة ابنه عنده 25 سنة وهو كان في السعودية وعيط بالدموع وتوسل أن ربنا يرزقه بولد على خمس بنات وهذا الشاب هو ده اللي استشهد فيه 25 يناير فكان الراجل قعد حسيته يمكن ألمني ومس قلبي أكتر من أي أم لأنه كان بيبكي بكاء مش قادرة أحكيي لك يعني كان إحساسه وهو بيعيط وهو قاعد كده بيقول خلاص سند العمر وكله راح ده إحساس أنا مش قادرة أقولك عنه مهما أوصف لو كل واحد بيحس بالإحساس ده يحس قد إيه النضانة غالية إن احنا مهما نقول ومهما هم يدوا الناس والأسر دي لا يمكن حيعوضوهم عن عن ولد من ولادهم فالقصص كانت كتير قوي قوي منهم برضو المهندس محمد سليمان محمد سليمان ده شاب زي الفل في كلية هندسة في سنة ثالثة كلية هندسة محمد سليمان كان في الميدان فضل في الميدان من يوم 25 يناير وكان بيهتف ويوم 28 يوم عيد ميلاده مامته كلمته قالت له يا محمد تعالى النهاردة عيد ميلادك لو ما جيتش النهاردة أنا حجيلك الميدان فهو قال له خلاص يا أمي أنا حجيلك النهاردة وهو راجع عند اسم المرج شافوه الشباب بصحابه بتوع المنطقة فرفعوه وهما بيرفعوه كانت رصاصات بتدمره والرصاصات غدر بتدمره فيهني القصص كتيرة قوية رانية ومؤلمة للغاية الواحد عايزة أقولك إن إحنا فعلا كنا حسين قد إيه بظلم الناس دي الناس دي وهي بتحكي بتحكي وهي لا حول لها ولا قوة هي حسن إن جواها نار إن جواها كان لازم يعني القضاء العادل في خلال فترة صغيرة جدا سريعة جدا تأتي الناس دي تبرد قلبها تقولهم أنتوا فعلا تستحقوا هذا التقدير وهذا التقدير ده من البشر تقدير ربنا سبحانه وتعالى الكتاب حضراتكم اشتغلت فيه كلكم عمل كان تطوعي وكان أجر الكتاب تقريبا أو أجر بيع النسخ يعني هيعود أهالي الشهداء مظبوط الكتاب إحنا تطوعنا بمجهودنا تماما مجهودنا الأدبي واللقاء مع أسر الشهداء وزي ما حالا قالت المعندسة من دو حمزة طبع منه 3000 نسخة 3000 نسخة هيروح عائد بيعهم لمؤسسة دعم أبطال 25 يناير اللي هي واحدة من المؤسسات الغير حكومية اللي نشأت عاقب ثورة 25 يناير لعلاج المصابين الحقيقة اللي مازالوا بيعانوا من الإهمال والظلم وعدم الاهتمام من من الدولة ومازالوا لغاية الوقت ما جايش حققهم فإذا كنا بنقول الشهيد خلاص مات وقضي أمره فالمصاب هو الشهيد الحي اللي مازال في طريقه إلى الشهادة وبيدفع ثمن بدون ما بيسأل عنه حد فمن هنا جات الفكرة إن يبقى زي وقف خيري كده يبقى كل كل اللي فيه إذا قابلوا العمل التطوعي الناشر كان متطوع المؤلفين متطوعين والطبع برضو متطوع لهدف نبيل الحقيقة إنه حقيقي هدف نبيل مجهود رائع بنشكركم عليه بنشكركم على وجودكم معانا نتمنى إنكم تستمروا وتكملوا القصص حقوق الشهداء أفتكر إنها مش هترجع إلا لما السبب اللي هم ماتوا عشانه يتحقق فهما أسباب كتير جدا أهمها العدالة الاجتماعية والمساواة وحقنا إن إحنا نعيش عيشة كريمة ومفتكرش إن ده حق يستهل كان كل الدم ده بشكر حريتك أستاذة حنان السمني بشكر حريتك أستاذة حنان بدوي ببارك لكم على الجائزة اللي هتاخدوها النهاردة وهي جائزة دكتور نوال عمر في جائزة الأولى في أحسن تحقيق صحة في اتعامل عن الشهداء ونورتونا مرة تانية مرسي مرسي مشاهدينا الكرام هم عند ربنا أحياء يرزقون أفتكر إنه حقهم الوحيد مش هيرجع لها بفروس ولا بمرتبات شهرية ولا بمعاشات ولا بكل الكلام ده حقهم الوحيد إننا كلنا نشتغل وإننا كلنا نحسن حال البلد دي عشان هو ده السبب الحقيقي اللي هم ماتوا على شهر أشوفكم بكرة وفريق أعمال جديد ونهارك سعيد